اهلا بكم في خلقة جديدة النهاردة هو فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم توقعات ونصايح الابراج الجزء التاني فيه جوز الاول قريدي اتكلمت فيه عن الابراج وكلامنا من اول برج الحمل لحد برج العزراء يعني اول ست ابراج والنهاردة هنكمل الجزء التاني اللي هو من اول الميزان لحد من اول الميزان لحد برج الحوت والكلام ده هنتكلم من شهر مارس 2021 كالعادة بليز ما تنسوش تتبعوني على الساش الميدي انا استجرام على الفيسبوك وعلي اليوتيوب قولولي قراءة دي بتتطفق معيك ولا لا او قولولي ايه اكتر طاقة مسيطرة عليكو في شهر مارس تعالوا نبتدي برج الميزان برج الميزان نصحتي ليكو في شهر مارس هو حاولوا تغيروا ان التغيير مطلوب في شهر مارس بالنسبة للميزان التغيير هيكون ايجابي عندكو خطوة جديدة عندكو ايجابية عندكو في باور استغل الباور دي اعتقد ان اي خطوة فيها صافار هيكون فيها نجاح قوي جدا جدا ليكو او التغيير عاماتها هيكون فيه نجاح حاول تخرج برا الصندوق حاول تدور على افكار جديدة حاول تدور على شو فيه ومشي وراه متكونش مجرد فولور حاول ان انت تكون انت الاساس انت اللي عندك طاقة جديدة فاستغل الطاقة دي او استغل باور دي انت تطبق افكار جديدة وكتيرة جدا وان انت تمشي في طريق انت كنسك فيه من زمان اي نقطة او اي حاجة ليها علاقة بالصفر بشجع عليها او ليها علاقة بالتغيير المكان تغيير البلد تغيير الشغل تغيير انا ممكن يكون عندك وراجي انت فيه تغيير في الشغل فيه تغيير في بيتك فيه تغيير حتى جالك دخل كويس جدا جدا استغله الطريقة ايجابية واستغله وحاول تكون موظر اسعاد الاخرين يا برج الميزان طيب ندخل بعد كده على برج العرب المائي نصحت لك يا برج العرب انتوا الفترة دي عندكو تقدم عندكو فيه حاجات جديدة بتحصل ممكن تكون حاجة كان نفسك فيها بقى لك فترة هتبدأ تتحقق هتبدأ تشوف البشاير اللي انت مستنيها من فترة انت كان بقى لك فترة يا عرب نفسيا واقع جدا عندك مشاكل عقلية كتير عندك مشاكل في العمل كتير جدا جدا فتبدأ بقى تشوف النور تشوف الضو تشوف بتاع التعبك واكتهادك لان العرب الفترة اللي فاتت كان مكتهد جدا وكان بيتعب كتير جدا بس ممكن مكانش العائد اللي انت بتتمنى يا برج العرب فعشان كده شايفة ان عندكو الفترة الجاية باور عندكو طاقة لان انت هتبدأ تشوف خلاص بقى اللي هو النتائج الحاجات اللي انت تعبت عشانها فعشان كده حاولت تستغل كل فرص حاولت تتعب اكتر جايلك فلوس كويسة جايلك حاجات لطيفة بس جو اون خلاص بقى متشوفش اول ما تشوف النتائجة يا انا خلاص تعبت انا محتاجة رايح شوية يا جماعة لا كمل ممكن يكون عندك مشاك العقلية حاولتك تذهب سرعة او كبر دماغك يا برج العرب او حاول تكون فاري يعني حاول تكون ما تجيش مع حد ناحية حد تاني بس عندك شوية قلق في العيلة حاول تخرج من الطاقة دي او حاول ان انت تخلص المشاكل ان انا مش شايفة ان انت ممكن تكبر دماغك ممكن تحيل مشاكل كتيرة جدا طيب على النطاق برج القوس برج القوس شايف ان انت بتجاه الورا يعني زي ما تكون انت بدأت تمشي قدام وبدأت تاخد خطوات ايجابية وبدأت تشوف مستقبلك وبدأت تشوف نفسك بعدين فجأة كده لأ رجعت الورا مش عارفة ايه السبب بس انا هم احتاج ان انت تفوق تاني زي ما يكون فيه ناس مثلا انت كنت تقلعتها تلاقتك بهم كنت شايفة الناس دي سبب فشلك او سبب ان انت مبتنجحش او سبب ان انت بتحققش اي حاجة انت نفسك فيها بعدين فجأة قررت ان انت هترجع تكلم معهم تاني وهترجع علاقتك بهم تزبطها تاني مع ان انا مش شايفة اني ليها لازم على الموضوع ده لان الناس دي مش بتضيف لك بس بالعكس بتاخد منطقتك بتسحب منطقتك بتسحب منك فانا اعتقد ان انت مطلوب منك ان انت شوية تفكر في خطواتك الجاية بحكمة شوية بلاش تتفكر بهوجائية بلاش تتفكر بامدفاعية او بعشوائية انت كنت ماشي طريق صح ليه بترجع لورا ليه بترجع للناس هما ازوك مثلا او ليه بترجع للناس هما مصدر مصدر قلق لك يا برج القوص ندخل بعد كده على برج الجدي قولولي يا جماعة القراءة دي بتتفق معاكو ولا لا برج الجدي برج الجدي شهر ده شهر نجاحات شهر تحقيق احلام شهر تحقيق تحقيق ما تكسب مالية شهر انت بتشتغل على الناس شهر انت بنفسكت حاجات وتاخد ايجابية ممكن يكون عندك تغيير لو في حاجة تطلب التغيير خليك مرن ويادي تاخد قرارات لان في فترة مثلا بقالك كتير انت متردد ان انت تاخد قرارات مهمة ومصرية لا الفترة دي انت والعقرب على فكرة بالذات العقرب والميزان كمان الميزان عندك نجاحات قوية جدا العقرب برضو بديت نجاحات والجدي عندك مكاسب مدية عندك احلام عندك طموحات عندك حاجات نقصك فيها تتحقق فبالتاني خليك بقى بتاخد قرارات بطل ترجع الوراء بطل تفكر كتير خلاص لقيت فرصة انتهزها ويمسك فيها انت كمان لان انا شايف ان الجدي دايما متردد او مش متردد بيخاف مثلا بياخد احيانا ممكن تجيلك فرصة تضيعها بان انت عملت تفكر ومش عارف ده القرار الصح ولا لا طيب بعد كده نيجي على برج الدلو برج الدلو ممكن تخرج من الام ام اللي انت قاعد فيه ممكن تنطلق ممكن تقابل ناس جديدة ممكن تنزل ممكن تشو الشارع ممكن تبطل الحبس اللي انت فيها يا دلو الدلو شايفه محبوس شايفه مكتائب شايفه قاعد كده مش عارفه عايز زي ملخبط عمال الدنيا بتلف بي لا مش عايزة لف بين يا دنيا يا برج الدلو عايزك تنزل عايزك تنطلق عايزك ترجع لطبعتك عايزك تشوف ناس جديدة عايزك تعرف الناس جديدة وبطل التناكب بتاعتك لو حد يجي اعطزلك لو حد يجي اعطزلك لو حد يجي يقدم لك صفحة جديدة اقبلها زي ما انت مثلا بحامة تبقى نفسك ان شخص يقبل صفحة جديدة معك. انت كمان ايه بل الصفحات جديدة مع الناس دي. كمان يا برج الدلو بطل عصبية. بطل تكون ديماندك شوية. يعني 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 حاول تتحكم في عصابك شوية فترة دي ان شايف ان انت بتتعصب كتير. ممكن كون في شوية قلة التوفيق في بداية الشهر بس بعد كده الدنيا هتصبت معك. ربنا بعيد لك ناس تساعدك و ناس هتقف جنبك. حاول انت تديهم فرصة او تديهم او تسمعهم او تاخد بتاعت الناس دي. عندك دخل مادي داخلك كويس او حاجة نفسك فيها تتحقق لك. برج الحوت. برج الحوت انت من اكتر الابراج محظوظة الصنادي. عندك دخل كويس جدا داخلك الشهر ده. فلوس جاي لك حلوة جدا ما كنتش متوقحة. اشتغل على نفسك. طور من نفسك. حاول ان انت تسيب اي هموم تسيب اي مشاكل وركز في شغلك. عندك فرص كتير جدا يا حوت للنجاح والتقدم وان اسمك كلمة. اتستعم ان انت تقول انا موجود انبار يعني. فانت من اشخاص محظوظة في النص الاولاني. جاي لك فرص عمل كتيرة جاي لك. ممكن تشتغل شغلانتين او تلات شغلانت بارالل مع بعض وهجيب منهم فلوس حلوة جدا. اسمك هيلمع. اسمك هيبقى مشهور. جاي لك نجاحات. جاي لك تقدم. جاي لك. جاي لك فرص كتيرة جدا. استغل لها لشان تقدر توصل اللي انت عايزه. عندك محاربين او عندك ناس هيترز او ناس بتكرهك. خلي بالك منهم او حاول ان انت تتجنبهم. اه ركز لان الناس دي مستنيان لك على واقعة. اه جاي لك فرص فوص كتيرة يا برج الحوت. والله بجد يعني اه فرص. ومصدر دخل غير مصدر الاساسي بتاعك. يعني مش مرتبك الاساسي. لا ده مصدر تاني. جاي لك فيه فلوس. فانا عشان كده بقول لك. جو اون يا برج الحوت. وركز وركز في الفرص. فيه شخص ترابي بيحاول يساعدك او يوقف جنبك. ادي له الفرصة ان هو يساعدك ويوقف جنبك لان شخص ده يكون مصدر دعم ومصدر قوة ليك. محتاج تسامح لشخص من الماضي. فيه شخص بيحاول يتواصل معك. ادي له فرصة. اسمعه. بطل تكون زعلان من اجل زعل. ان الشخص ده هو عايز يتواصل معك او عايز يكلمك او عايز راجع لك. ممكن يكون شخص من برج مائي. ادي له الفرصة ديه برج الحوت واسمعوه فيه شخص من برج ترابي ممكن كمان يكون بيحاول يقرب منك بس انت مش متقبله ما تبصش على الحاجة من بره لان انت ممكن شخص تبقى انت شايف انه هو بعيد تماما عن الشكل اللي انت بتحبه او المظهر اللي انت بتحبه بس المتقرب لها تكتشف انه شخص مختلف تماما بحبوكو جدا جدا بشكركو وشوفكو في فيديو تاني متنسوش تابعوني على السوشال ميديا وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك كلكم قولولي انتو عندي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب ولا لأ اللينكات كلها موجودة تحت في صندوق الوصف وقلولي كل واحد يقولي ايه اكتر حاجة بيفكر يعملها الفترة دي او ايه اكتر حاجة شغلة بالك او بتفكر فيها كتير الفترة دي وانت برج ايه بتفرج علي من فين يعني انا كعزراء قلت قبل كده ان انا بحاول ابتدي صفحة جديدة بحاول ان انا اتعلم من اخطائي بعمل ريكونسيليشن لنفسي بشوفوا حاجات اللي غلط فيها وانا انا محتاج ابتديها من اول وجديد علشان ابتدي صفحة جديدة شكرا بحبوكو اشوفكم في فيديو تاني خلي بالكو من نفسوكو او تيك كير يا جماعة الفترة النصائح دي مهمة جدا جدا وركزوا فيها هتلاقوا فيها فرص كتيرة جدا ليكم انا احاول اعمل فيديو نصائح ده كل شهر ان شاء الله بإذن الله واستنوا توقعات بورج الحوت النهاردة بورج الحوت والعقرب اعملوا النهاردة عالشانل النهاردة يوم ستة تلاتة عايز اقول لكم انبارح كان عيد ميلاد مامتي شوفوا الفيديو بتاعها عيد ميلاد مامتي اللي انا كنت عامله لها بريس تكتبولها تحت كل سنة طيب عشان نتطورج على الفيديو تانكيو بحبوكو قوي قوي شكرا بشاهدة